أخذك على جنب وذا فمعناتها سر لا تطلع على أحد فبعض الناس ما يمليه يطلع من أحد يا أبو عبد الرحمن اللي يتكلم ينقل فلانة وفلانة ولا فلانة ولا فلانة اللي صار في البيت كله حين ممكن تشوف منظر مو كويس ممكن تشوف مشكلة ممكن تشوف أي حاجة تصير في البيت أو يعلمكم بعض الأسرار فالمفروض أن دخلت عند ناس مو بش يقولونه يدخل أعمى وخرج أصمى وزي كذا أعطنا أبو محمد من حيث الكلمة اللي نساء الله إذا أمنها واش واش لك أو قال لك بينك وبينه حتى لو ما قال ترىها سر أو لا تبيح بهذا السر وقيل إلى أن حتى إذا منه التفت يمنة ويسرة التفت بس يمين ويسار ولا قال لك لا تقول ولا ترى السر بس التفت يمين ويسار معناه أنه لا يبقى أحد يسمع فلا تنقل هذا الخبر مجرد إلى أن الإشارة أو لفت انتباك إلى أن التفت يمين ويسار وقال لك الكلام ترى خلاص كفائية لأنه لا تبيح بهذا السر لأحد طيب عطني بس المواقف اللي صارت لك في بعض المجالس اللي شفتها المفروض ما تكون والمجالس الجميلة اللي شفتها مفروض تكون يعني والله الأمور اللي تسر دائما تفرح القلوب وتسعد الناس حتى إذا منك وجدت في المجلس ما كان يسمو بهذه الأسرة وهذا المجلس من احترام الصغير للكبير ومن العطف الكبير على الصغير المشاركة فيه هذا يعني من لا شك فيه لأنه يفرح القلوب ويسر الخواطر إلا أنك تقول ما شاء الله على هذه الأسرة وما شاء الله على هذا المجلس إلا أنهم على قلب رجل واحد إلا أنهم يتفهنون في خدمة بعض يعني تجد كبير السن يخدم الضيوف وإن كانوا أصغر منه تجد إلى أنه هذا يعني يعني ما يقبل بعض المجالس ما نقبل في بعض المجالس أن يكون كبير السن هو من يقدم الماء ومن يقدم أو من يا سلام تجد المجلس يعني إذا حضرت هذه الولائم أو هذه المجالس إلى أنك فعلا تحس بسمو أخلاقهم وتحس بعلو همتهم وعلو أخلاقهم ومعدنهم وهذا هو أملنا في كل مجتمعات المسلمين في كل بيوت المسلمين تكينا يلا عطم في نجيل القهوة والأمور الزين ومما لا شك فيه إلى أنك عندما تأتي إلى مجالس الحصوم والمتخاصمين إلى أنك تكون ما تحبذ ما تحبذ بقاء البقاء معهم ولا تحبذ نقل هذه الصورة ولا ترغب حتى هذه الصورة ما ترغبها الأمورنا وش الأشياء التي تشوفها مثلا عند أصدقائك يعني أنا مثلا عندي أبو فيصل أستاذ سعد الخطيفي أحب زوره لأنه لا يعيش بتكلف أنا حين أقول لأنك تت مثلا بط